عنقظة البحرية الملكية المغربية 53 مهاجراء مغربية كانوا على متن زورق صغير بسواحل مدينة الحصيمة وفقا لتصريحات مصدر أمني لوكالة وتم اقتياد القارب الذي يحمل المهاجرين ومعظمهم من مدينة قلعة الصراغنة الواقعة على بعد 300 كم جنوب الرباط إلى ميناء الحصيمة وأضاف المصدر أن المهاجرين سلموا إلى قوات الشرطة بإحدى المدن على بعد 15 كم جنوب الحصيمة كي يخضعوا للتحقيق وعلى جانب آخر القد قوات الأمن المغربية أمس السبت القبض على إجمالي 15 شخصا قادمين من دول جنوب الصحراء أثناء محاولتهم مغادرة سواحل الحصيمة بشكل غير شرعي على متن قارب يذكر أن البحرية الملكية كانت قد أنقثوا يوم الأربعاء الماضي 21 مهاجر غير شرعي جميعهم مغاربة حاولوا الخروج نحو السواحل الأسبانية باستخدام زورق أي موسيقى